لازم نقعد نفكر مع بعض ما هي اللغة التي يفهمها الغرب إن كان شريكاً وما هي اللغة التي يفهمها الغرب إن كان صامتاً هل هي لغة الشعوب؟ طيب وهنقدر إزاي نخلي فيه تواصل ما بيننا كشعوب عربية وما بين الشعوب اللي موجودة في أوروبا أو المواطن الأمريكي اللي بالمناسبة يعني هو غير مهتم أو بالسياسة يعني لا تعول عليه كثيراً المواطن الأمريكي تاكس بير تاكسز أو الضرائب تمام هو تمام ركز مع الأوروبيين الشعوب الأوروبية دي دي هي اللي لما حست بفداحة الجريمة اللي بتجرى كانت في جنوب إفريقيا هم اللي مرسوا ضغوط حقيقية على الحكومات بتاعتهم علشان يتم وقف سياسات الفصل العنصري والإضطهاد والإبادة وما إلى ذلك إذن ما نريده هو الوصول إلى إن الشعوب الأوروبية دي تضغط على حكومتها فإن ضغطت إلا هيحصل يا عم يوسف لا دا إن ضغطت بقى هيتوقف تصنيع مشترك وهيتوقف دعم عسكري وهتتوقف استثمارات مباشرة مشتركة ما بين هذه البلاد وتلك الدولة أو هذا الكيان إلى آخره بس نوصل لده هنوصله إزاي؟ لازم نقعد نفكر ترجمة نانسي قنقر